ردوة أنا اتجوزت خلفت كنت مش هقول معزبة في جوازي لكن كنت هقول إن أنا ستة غير سعيدة حاولت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لكن ما قدرتش اتطلقت بعد شوية وقت وبعد عائلين ولد وبنت أعتقد على ما أتذكر ابتلت أقول إنه خلاص أنا هركز في شغلي وهركز في حياتي وهرب بولادي ومش هتجوز تاني ابتلت أعمل كده وبعد شوية وقت قابلت واحد قلت عليه إنه هو ابن الحلال عوض ربنا سبحانه وتعالى عن اللي فات واللي جاي نساء الله قال لي أنا حبقى أبو عيالك وأنا عيالك هحطهم في نين عيني من جوة وأنا بحبك جدا وهحبهم جدا وحصرف عليكم وححافظ عليكم الكلام 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 بقولها تلات مرات اللي احنا بنسمعه طول الوقت فايتلي إنه أنا صدقته جدا وحبيته جدا وستريحته جدا وخدت أولادي يخرجوا معاه بدل المرة اتنين وثلاتة واربعة وعشر لحد ما أولادي قالوا لي ماما هو ده الرجل الصح احنا بنحبه أكتر ما بنحب بابانا قلت بس خلاص كده أنا هتجوزه وتجوزته بعد ما اتجوزته بشوية وقت قليل ابتدى يشخط في أولادي ابتدى يهني قدام أولادي فأولادي ابتدوا يعياته علي ابتدوا يعياته على أموهم طبيعي وابتدوا يكرهوه بعد شوية وقت ابتدى يمدي إيده علي ما بيني وما بين وبعدين ابتدى يمدي إيده علي قدام أولادي وبعدين ابتدى يضرب أولادي وحياتي معي دلوقتي بقت جحيم وفلوس الشغل بتاعي بقى بياخدها مني وعايز يعمل فيها سي السيد في البيت وغضانفر وانت عمل وانت يعملي وبس يا ولد وبس يا بنت وانت يقوم يعملي مش عارفة ايه والطريقة للأسف الشديد وانا بقول للأسف الشديد اللي معظم لان احنا ما ينفعش نعمم الرجالة بتعملها مع الستات لما بتضمن بقاهم لما بتضمن بقاهم وهو ده حوار مشكلتك ان الراجل ده ده من بقائك ده من بقائك ليه؟ لانه ظروفك المجتمعية سعب انك تغييريها كنت متجوزة ومتطلقة وعندك عائلين وقد ترخيره انتجوز واحدة كنت متطلقة وعندها عائلين الناس بتقول كده مجتمع بيقول كده ولا كان متجوز قبل كده ولا كان عنده خبرة وحيصرف عليها وحيصرف على عيالها ده الراجل ده أمير الأمرة حتى فعشان هو ده من بقائك وعشان ظروفك الاجتماعية عشان المجتمع اللي احنا فيه مش في صالحك فبالتالي هو بيعملك المعاملة دي سؤال السيدة أو الرأي اللي هي عايزين تكمل معي ولا تتطلق طب ولو تتطلقت هتقول للناس إيه فأنا بقول من غير ما أنا هفكر خالص ده أنت مش تتطلقي ده أنت تخلعي يعني ده ما يستهلش لقب راجل مطلق ده يستهل لقب راجل مخلوع ليه بقى؟ لأنه المعاملة السيئة لست أقبلها يعني مش أقبلها لأ بس يعني بقى خلاص بقينا بنسمع عنها ومتعودين عليها وقصص اللي بتيجي اللي هي وبس خلاص احنا بقينا فاهمنا لكن ولادك بقى العيالين دول يتعاملوا معاملة مش كويسة العيالين دول يتضربوا لأ ده يتخلع ده إحنا مش هنطلعوا ده نخلعوا لأنه الإنسان اللي مفوش قلبه رحمة لأطفال صغيرين الأطفال دول ولاد مراتي اللي أنا كنت بطبطب عليهم وبحبهم وكيوت وجميل وبقولك هعطهم في قلبي وفي عناي ودول ولادي وأنا حربيهم ونخلف وتالت عشان بنعمل عيلة لأ طبعا تطلقي تطلقي قبل ما تخلفي بقى ونقعد كل شوية نتجوز واحد ونتطلق منه ونخلف ونتجوز واحد ونخلف منه ونتطلق لا تطلقي ومع ألف سلامة وعندك شغلك وعندك حياتك وعندك عيلتك وعندك صحابك وعندك السند وعندك الفلوس أنت ملكة نفسك إحنا بيجي لنه هنا قصص في البرنامج ستات عايزة تطلق طلعان عينيها في الدنيا دي مش عارفها بسبب القرش مش عارفها تطلق لأنها ما عندهاش فلوس وأبواهم ومتها ميتين أنت زروفك وكاينونتك وحياتك دلوقتي تخليك تعرفي تتقدمي للأمام من غير ما بوسي وراك والمجتمع مش مهم خانص ده جواز حلال طلق حلال يعني أنت ما غضبتش ربنا سبحانه وتعالى وده اللي همني دايما أنه أبدا حتى أي حد بياخد رأيي وطبعا أنا مش علامة خادث يعني أنا اللي أنا بعمله ده كبير علي جدا يعني يعني بساعات بقول أكيد مش أنا سنت دي بس يعني خلاص الحمد لله لما حد بيقولني أصل الناس حتقول بقول لهم مش مهم ناس مهم هو راضي عني ولا مش راضي عني راضي عني يبقى مش مهم الناس بقى خالص لأن الناس مش هتنفعنا بحاجة ونس مش شايفك وانت بتتدربي ونس مش شايف أولادك وهم بيتهانوا ونس مش شايفك وانت نايم عن مخدك كل يوم دمعتك على خدك الناس مش شايف حاجة فباقتصار لقصة دي لو تعرفي تخلعي تخلعي مش تتطلعي فرست جداً لما أنت كنت بتحكي التفاصيل هو إزاي بيمدي إيده على أولادك وإزاي بيهنهم وإزاي بيهنهم قدامك وإزاي بيخدهم يرميوا في القودة الناس دي ما ينفعش أصلاً نكمل معاها أنت مش محتاجة رأيي أنت مش محتاجة مراية تقفي قدامها تقول أنا حتطلق ومش مهم الناس شكراً وده رأيي ومتحدة أمانة لأسفة جداً لما كنت تعال الصبت بس أنا فكت إنه حد يضرب طفل دي وطفل شاف أمه وقب مش موجودين مع بعض وقب سبيت ونفسيتهم تعبت ومش شايفين أبوهم ومموهم مع بعض ودخل عليهم عنصر جديد راجل جديد يتوسموا فيه أنه هو هيبقى بديل الأب اللي ما كانش كويس فيطلع يعني عفواً في الكاميرا أنا هقولها أوحش من الأب الحقيقي فدي بالنسبة لي بيبقى من أكتر القصص اللي بتوجعني أنا كردوها يعني أنا ما بيوجعنيش قوي فكرة إنه الست مش عارفة أمالها أو الراجل مش عارفة أمالها لكن في الأطفال هي الحقيقة بتوجع عالمي فأنا بقولك لو سمحت من فضلك اتطلقين